مفهوم النظرية الاقتصادية وعناصرها تعرف النظرية الاقتصادية بأنها فرع من فروع العلوم الإنسانية تختص بشرح الظواهر الاقتصادية وتوضيح العلاقات بينها بهدف التوصل إلى مبادئ عامة تحكم سلوك هذه الظواهر وهناك أربعة عناصر يجب توافرها لبناء أي نظرية هي عنصر المشاهدة ويقصد به مشاهدة ظاهرة ما تلفت الانتباه وتتصف بالأهمية الفرضية ويتمثل في البحث عن المؤثر الرئيسي في الظاهرة محل الدراسة التجريد أو التبسيط ويتمثل في عزل العوامل الأخرى المؤثرة في الظاهرة محل الدراسة اختبار النظرية حيث يتم اختبار صحتها من ناحية التطبيق عن طريق استخدام الأساليب الإحصائية المختلفة ترجمة نانسي قنقر